ما أود القيام به في هذا العرض هو محاولة فهم كيف لعنصر بروتين أن تتفعل مع بعضهما بترابط مع ATP حتى تنتجان حركة ميكانيكية والسبب في أنني أريد القيام بهذا أولا أنه يحدث خارج خلايا العضلة لكنه سيكون أول عرض عن كيفية عمل العضلات ومن ثم سنتحدث عن كيفية تحفيز الأعصاب للعضلات حتى تقوم بعملها هذا كل ما سأقوم به في هذا العرض ما قمت بفعله هنا هو أنني نسقت ولسقت صورتان نيري بروتين من ويكيبيديا هذا هو المايوسين إنه بالفعل مايوسين 2 لأنه يحتوي على ضفيرتا بروتين المايوسين إنهما تتشابكان حول بعضهما منظر معقد للبروتين أو الإنزايم كيفما شئت سميه وسأخبرك لما يسمى بالإنزايم إنه يساعد في تفاعل ATP مع ADP ومجموعات الفوسفات ولهذا السبب يسمى ATPase ATPase فهو يمثل في أفرعية للإنزايمات وهذا الموجود هنا هو الأكتين وما سنراه في هذا العرض هو كيف أن المايوسين كيف أن المايوسين يستخدم ATP حتى يمتد ويمكنك أن تراه أيضا بصورة حب الأكتين وهذا ما ينشئ طاقة ميكانيكية دعونا نرسمه إذن سأرسمه على هذا الأكتين هنا دعونا نفترض أن لدينا واحدة من رؤوس المايوسين هذه وعندما أقول رأس المايوسين هذا واحد من رؤوس المايوسين هنا ومن ثم يرتبط ويتشابك وهذا واحد آخر يلطف ببعضه الآن دعونا نقول أن هذه بعض رؤوس المايوسين دعونا نفترض أن هذا رأس المايوسين إذا دعونا نفترض أنه إذا بدأت من الموقع هذا سيبدو هكذا ثم إن هذا الذيل والذي يرتبط ببنية أخرى وسنتحدث عن هذا الأمر بتفصيل أكثر لكن الآن هذا هو رأس الميوسين هذا موقع البداية لا يفعل أي شيء الآن ATP يمكنه أن يمتد ويرتبط برأس الميوسين هذا الإنزايم هذا البروتين وهذا إنزايم ATP دعوني أرسم بعض ATP إذن يمتد الـ ATP ويرتبط بهذا هنا دعونا نقول أنه ولن تكون الرابطة قوية بهذا البروتين لكن هذا حتى يعطيكم الفكرة وقريبا كما أن ATP سيرتبط بالموقع المناسب من هذا من هذا الإنزايم أو البروتين الإنزايم ينفصل عن الأكتين دعوني أكتب هذا إذن أولا يرتبط ATP برأس الميوسين برأس الميوسين ATP binds to myosine myosine head وحالما يحدث هذا سيسبب في تحرير الميوسين للأكتين إذن myosine release actin release actin هذه الخطوة الأولى وقد بدأتها مع هذا الذي يلامس الأكتين يأتي الـ ATP ومن ثم يتحرر إذن في الخطوة التالية بعد تلك الخطوة سوف يبدو هكذا وأريد أن أرسمه في المكان نفسه بعد تلك الخطوة هكذا سوف يتحرر إذن سيبدو الآن هكذا ولدينا ATP يرتبط به أعلم أن هذا معقد قليلا عندما أستمر بالكتابة على نفس الشيء الذي لدينا إذن مرتبط به ATP الآن الخطوة التالية ATP للهيدروليز هذا إنزايم ATP هذا ما يفعله دعوني أكتب هذا الخطوة التالية أو الخطوة اثنان فهي ATP ATP يعطي ADP زائد مجموعة فوسفيت وما يفعله أنه يحرر الطاقة ليرفع بروتين الميوسين هذا إلى درجة عالية من الطاقة إذن دعوني أقوم بالخطوة الثانية هذا إنه يتحلل إنه يحرر الطاقة نحن نعلم أن ATP عبارة عن انتشار الطاقة في الأنظمة البيولوجية إذن هو يحرر الطاقة إنني أرسمه بشكل شرارة وانفجار ويمكنك أن تتخيل أنه بغير التأكيد أنه ينبض هذا البروتين هنا حتى ينتقل إلى وضع يكون قادرا فيه على الزحف على طول الميوسين إذن في الخطوة الثانية زي الطاقة الطاقة هنا زي الطاقة إنيرجي ومن ثم سنقول أنه يرفع بروتين أو إنزايم الميوسين يمكنك أن تتخيل أنه ينبض هذا لطاقة أعلى إذن too high energy conformative conformative على البروتين إذن الخطوة الثانية مما يحدث هو أن مجموعة الفوسفات لا تزال مرتبطة ولكن منفصلة عن بقية الـ ATP إذن يصبح ADP وتلك الطاقة إذن هذا البروتين الآن ينتقل إلى موقع يبدو هكذا هنا ننتهي من الخطوة الثانية دعوني أتأكد من أنها صحيحة في نهاية الخطوة الثانية سوف يبدو هكذا إذن سيبدو بهذا الشكل سيبدو هكذا في نهاية الخطوة الثانية سيبدو البروتين هكذا إنه في موقعه الأعلى ويمتلك بعض الطاقة الأعلى وينتهي في هذا الموقع ولازال لدينا ADP لازال لدينا هذا هو الـ ودعونا نفترض أن لدينا مجموعة 2 فوسفات على ADP ولازال لدينا مجموعة فوسفات واحدة هناك الآن عندما تتحرر مجموعة الفوسفات دعوني أكتب هذا وهو الخطوة الثالثة وتذكر أنه عندما بدأنا قد كنا هنا في الخطوة الأولى كان الـ ATP يرتبط في الواقع إنه يرتبط في نهاية الخطوة الأولى وهذا يسبب في تحرير بروتين المايوسين للأكتين ثم بعد الخطوة الأولى سنقوم بالخطوة الثانية وسيتحول الـ ATP إلى فوسفات وADP إنه يحرر الطاقة ويسمح للبروتين المايوسين أن يرتفع إلى هذه الدرجة من الطاقة العالية وكنوع من الربط يمكنك أن تفكر بها إلى الدرجة التالية من خيط الأكتين الآن نحن في درجة عالية من الطاقة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة في الخطوة الثالثة يتحرر الفوسفات يتحرر الفوسفات الفوسفات released from مايوسين يتحرر الفوسفات من المايوسين في الخطوة الثالثة تلك هي الخطوة الثالثة حيث أن مجموعة الفوسفات تتحرر وما تفعله أن تحرر الطاقة من الدرجة العليا وتسبب في دفع بروتين المايوسين على الأكتين هذا ما يسمى بضربة الطاقة إذا قمت بتخيلها كمحرك هذا ما يسبب الحركة الميكانيكية إذن عندما تتحرر مجموعة الفوسفيت بالفعل فإن هذا التحرر الأصلي يكون عندما يأخذ الفوسفيت وإي دي بي وتتحول إلى طاقة وتضعها في هذا الموقع تخيلها كنابط إذن هذا يحرر النابط إذا تخيلت هذا كنابط وما يسببه هو أنه يكون بدفع خيوط الأكتين يقوم بدفع الأكتين ويمكنك أن تعتبر هذا ضربة طاقة نحن نقوم بإنشاء طاقة ميكانيكية اعتمادا على أي واحد تريد اعتباره مشبوكا إذا اعتبرت الأكتين مشبوكا ذي هم بماذا يرتبط الأكتين فسوف يتحرك لليسار إذا تخيلت أن المايوسين متشابكا فالأكتين وأي شيء يرتبط به سيتحرك إلى اليمين لكن هنا نحصل على أداء العضلة ثم الخطوة الرابعة لدينا ADP المحرر ADP المحرر ADP المحرر ADP Released ثم أينما كنا قبل القيام بالخطوة بالخطوة الأولى باستثناء إضافة درجة واحدة إضافية على اليسار على يسار جزء الأكتين بالنسبة لي فإن هذا مذهل جدا نحن بالفعل نرى أن كيف يمكن للطاقة أو لـ ADP أن تستخدم نحن ننتقل منطقة كيميائية طاقة رابطة في ADP منطقة كيميائية Chemical Energy To the Mechanic Energy إلى طاقة ميكانيكية وهذا شيء مذهل بالنسبة لي كيف لنا أن ننتقل من طاقة رابطة إلى طاقة ميكانيكية وهذا ما يحدث هنا هذه هي القضية الأساسية هنا وعليك أن تقول حسنا كيف أن هذا يغير الشكل وكل هذه الأمور وعليك أن تتذكر أن هذه البروتينات ترتبط ببعضها وهذه بعض الأشكال التي تكسب طاقة أكثر إذا قمت بالأشياء الصحيحة ستتمكن من تحرير الطاقة ودفع بروتين آخر لكنني أجد هذا فاتنا والآن من خلال تفاعل الأكتين والميوسين يمكنك أن تفهم كيفية عمل العضرات ترجمة نانسي قنقر